موفد بي بي سي عصام عكر ماوي عصام مرحبا بك لو نظرنا إلى هذا التوقيت لهذا القرار نجده أنه يسبق الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في آذار ما هي دلائل هذه الخطوة؟ هناك أكثر من موضوع موضوع توسيع المستوطنات القائمة هو يجري على قدم الوساق هو عملية مستمرة باستمرار إسرائيل تبني في المستوطنات المقامة وهي تحولت إلى مدن هي في الواقع تحولت إلى مدن وليست بؤر استيطانية مثل المستوطنات الأربع التي أعلن عنها وهي كادوميم ونيفيتسوف وإيمانويل وفيريد يريح وهذه مستوطنات كبيرة وليست بؤر استيطانية صغيرة إسرائيل أحجمت منذ فترة عن إقامة مستوطنات جديدة أو إعطاء تراكيس بإقامة مستوطنات جديدة لكنها تسر على أن من حقها البناء أو توسيع المستوطنات القائمة لاستيعاب التكاثر الطبيعي أو الزيادة الطبيعية في عدد سكان هذه المستوطنات التوقيت كما ذكرت هو يأتي قبل خمسة أسابيع من الانتخابات معروف أن في إسرائيل قبل الانتخابات هناك سباق بين الأحزاب اليمينية المختلفة على كسب أصوات المستوطنين المستوطنون لهم ممثلون داخل الحكومة الإسرائيلية ووزراء في الحكومة مثل نفتالي بينت وأفكدون لبرمن وغيرهم أيضا في حزب الليكود لهم قوة مؤثرة جدا داخل حزب الليكود الحاكم برئاسة من يمين نتنياو لذلك قد يتم أو يمكن نقول أن الإعلان أو الكشف عن هذه الخطة الآن قد يأتي في هذا الإطار مع أن الموافقة أو الطلب أو الإعاز للإدارة المدنية بتوسيع المستوطنات كان قد صدر في العام الماضي وليس جديدا يعني كأنك تقول أن الحكومة الإسرائيلية ليست بحاجة إلى أي ذريعة مثل أن الطرف الفلسطيني لجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية ليست بحاجة لأي ذريعة لكي تقوم بتوسيع المستوطنات والتوسع بالاستيطان إذا عدنا إلى الوراء نجد أن إسرائيل رفضت دائما الالتزام بوقف الاستيطان أو تجميده جمدت المشاريع الجديدة لفترة في بداية مهمة جون كيري لكن إسرائيل عادت وباشرت في إطاء تراقيص لتوسيع المستوطنات كما قلنا توسيع المستوطنات هي عملية مستمرة ومتواصلة وإسرائيل منذ اتفاق أسلو قبله ترفض رفضا تاما تجميد ووقف الاستيطان بصورة كلية عصام عاكر مانوي موفد بي بي سي إلى فلسطين شكرا جزيلا لك